نحن نشوف المرور أخباره النهاردة الكثافات موجودة فين وفين الطرق البديلة اللي بتشهد سيولة مرورية اللي ممكن نسلكها فنوفر على نفسنا وقت ومجهود من خريطة جوجل وإحنا دلوقتي في مدينة ناصر وده الشارع صلاح سالم أو طريق صلاح سالم وإحنا رايحين ناحية كوبري أكتوبر ونفق الطيران سيولة مرورية تمة في الاتجاهين لحد دلوقتي محيط مدينة ناصر كمان بيشهد سيولة مرورية عالية توصل عند كوبري أكتوبر ده لسه نفق الطيران أهو مفيش أي أحجام مرورية خالص كوبري الفنجري كمان بيشهد سيولة مرورية تقطع صلاح سالم وإنت جاي من اتجاه نفق الأزهر تقطع مع كوبري أكتوبر هتلاقوا منطقة كثافات في الاتجاه ده لكن الاتجاه التاني حركة مرور جيدة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية عالية شارع رمسيس كمان مفيش أي أحجام مرورية في التوقيت ده من اليوم ابتدت تظهر كثفات في شارع رمسيس عند غمرة تحديدا لكن كبري غمرة مفوش أي أحجام مرية عليه في الاتجاهين كبري أكتوبر تبتدي تظهر كثفات فوق محطة مصر دي منطقة كثفات معتادة بعد كده الكبري كويس في الاتجاهين وأسفل الكبري كمان لو أنت هتنزل من تحت برضو هتلاقي الطريق كويس منطقة وسط البلد برضو مفهاش أي أحجام خالص في التوقيت ده لو نازل الكورنيش رايح ناحية كبري 15 ميو فالكورنيش كويس الزمالك وكورنيشها برضو والعجوزة والكورنيش عليها حركة مرور رائعة 15 ميو مفيش أحجام مرورية وانت رايح ناحية المحور الاتجاه العكس فيه كثفات بعد ميدان لبنان في المنطقة دي ولكن تقاطع المحور مع طريق الدائري أحجام متوسطة غير مؤثرة على حركة المرور غالبا في الأيام التانية بيبقى فيه كثفات أعلى من كده فالنهار ده حركة مرور جيدة والطريق الدائري متقطع مع المحور كمان في الاتجاهين بيشهد سيولة مرورية عالية توصلوا بألف ألف سلامة بتمنى لكم رحلات مرورية سالمة بإذن الله